طبعاً ملف ودي القبارة الذي هو منذ عام 2019 منذ أغسطس عام 2019 هو ما يزيد عن 700 أسير تم أسرهم في تلك وهم متواجدون الآن في الأمن المركزي بصنعاء أو أغلبهم في الأمن المركزي بصنعاء تحول هؤلاء السجناء أو تحول هؤلاء المختطفين أو الأسرى إلى مكان للإبتزاز يعني الآن مثلاً قبل تقريباً ثلاثة أعوام قطعوا عنهم الوقبة الفطور ووقبة العشاوق ووقبة الغداء وهي لا تكفي وفتحوا التواصل مع الأسر فتحول السجن إلى مكان للإبتزاز الأسراء نعم تحويل الأموال يعني بقوا لمدة ثلاث سنوات لم يكشفوا عنهم ولم يسمحوا لهم بالتواصل مع أحد بعد ثلاث سنوات قلصوا عليهم وقبتين وسمح لهم بوقبة واحدة وبدأوا الآن يتواصل مع أهلهم ورسلهم مصاريف يعني أسبوعياً أو شهرياً يعني تكفى الأهالي بمصاريفهم في السجن يعني أنا أعرف تقريباً المنطقة التي منطقتها توجد فيها سبعة أشخاص يعني من نفس المنطقة ينفق عليهم مبالغ كبيرة أهالية نعم بالضبط يعني وينفق عليهم إنفاق كبير عن الجماعة تسترزق من وراء هؤلاء المئة السجن التي أعلنت عنهم هو رقم ضئيل جداً أمام العدد الكبير لهؤلاء المتواجدين هناك لا يعرف أحد تفاصيل حتى عن الداخل حتى الرسائل التي تكتب أو حتى الاتصالات التي تكتب أو التي ترسل عليها رقابة شديدة لا يعرف أحد تفاصيل ما الذي يقري داخل هذا السجن حتى الآن منذ تلك الفترة نعم نعم نتجد أن عدد مئة هو رقم أقل يعني خاصة أن هؤلاء الناس هم طبعاً نقول من الفقراء الذين تم تجنيدهم في الحدود ومن ثم نعم هذا صحيح وكذلك أنه لم يتم التفاوض معهم حتى الآن أو لم يدخلوا ضمن أي تفاوض أو ضمن أي صفقة حتى الآن هذه المقطة نقطة ثانية أنه هناك عدد كبير كذلك من الأسر والمختطفين لا يعلم أحد عنهم يعني على الأقل مثلاً واحد من يعني نجيب حسن هذا الذي كان مختطف منذ عام 2017 كشفوا عنه في الأول الأخيرة بأنه متوفي تحت التعذيب وتوفي داخل السجن في جمعات العتيد هناك عدد كبير كذلك من الذي لا يعلم أحد عنهم شيء يعني هذا الملف هو واحد من الملفات المؤرقة الملفات الإنسانية البالغة الخطورة لدى جمعات الحودي تتاجر بهم تتعامل معهم كصفقة للمناورة كالمجزاز السياسي إلى ما دون ذلك